السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم؟ إن شاء الله في خير إن شاء الله مبسوطين وإحنا اليوم إن شاء الله بنسجل هذا الفيديو يوم الجمعة وجمعة إن شاء الله مباركة علينا وعليكم الآن لحتى اللحظة هذه إحنا موجودين في النزوح ولكن كان مبارح في أخبار مبشرة أنه في وقف إطلاق نار وكان في بوادر كويسة والناس احتفلوا وصاروا يقولوا وقف إطلاق نار وانبسطوا ولكن صبح الصبح قالوا كلها مبدئي بشكل مبدئي موافق مبدئي ولكن حتى الآن ما فيش أي حاجة جديدة بتبشر إنه إحنا سيحنا وقف إطلاق نار وتنتهي هذه الحرب الظالمة إن شاء الله تنتهي بإذن الله تعالى ونرجع زي باقي الناس عيشين اللهم أمين ورجعنا لكم الجديد صلوا على سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اليوم بالنسبة لتحديثات شاومي تحديثات شاومي ريدمي بوكو هذه التحديثات كلها بتأخذ الهايبرو اس وقلنا أي واحد جاهزه مفتوحة البوتلودر ما بيقدر يأخذ تحديث هوائي ذا الهايبرو اس إذا كان البوتلودر مفتوح لازم يكون البوتلودر مغلق أو ينزل عن طريق الفاست بوت يعني عن طريق الكمبيوتر إذا بديوا عمل التحديث مش هيجيله لحاله يعني جاهزه يكون واقف تحديثه إذا كان البوتلودر مش هيتلقى لعند يعني هيتلقى لعند 14 ويقف لكن هايبرو اس إذا كان البوتلودر مفتوح مش هيوخة اليوم في عنا أجهزة كتيرة نسخ عالمية نسخ صينية طلقت تحديثات الهايبرو اس وهذه الأجهزة طبعا إحنا بنعرف أنه العالمي ينقسم إلى أنواع كتيرة أي حاجة برى الصين عالمي هو الصيني العالمي ينقسم إلى عالمي أوروبي ياباني أوروب ياباني هندي أندونيسي وهكذا كله عالمي اليوم الهايبرو اس نفس الإشي في نفس الموديلات العالمي اللي هو الأوروبي والأندونيسي وهكذا اليوم التحديثات بلشت تيجي للصيني وبلشت تيجي للعالمي وعندما ترى هكذا اجهزة لطلقة التحديثات الهيبرو اس من هواتف شاومي بشكل عام طبعا انا سأقول لك الاجهزة الموجودة اسمي جهاز ليس عالم اوروبا ولكن انت ستدخل على القناة تحديثات الرسمية لشاومي و ستعرف جهازك جهازك تحديثاتك او لا دعنا ننطلق ونشوف ايش التفاصيل يا غليين الى هناك في انا ملاحظة بالنسبة للتحديثات شاومي هذه القناة تحديثات اما اي او اي اربع طاش هذه القناة الرابط هيكون في صندوق الوصف مثلا لو انا اجيت بدي اعرف تحديث جهازي باجي في منطقة البحث هنا بضغط عليها زهي وبكتب اسم جهازي مثلا ريدمي نوت اطناعش مثلا وباجي بابحث على السيرش بضغط على السيرش بيبين اسم الجهاز يعني بضغط على السيرش بيبين اسم الجهاز ولكن عشان مش داخل الانترنت انا الان فببين اسم الجهاز وبنتحب عندك الاشارة اللي نازل واللي طالع منحرك فيها الجهاز اللي بعده واللي بعده في عنا هنا القائمة الكاملة لاجهزة شاومي اللي تطلقت هايبرو اس هادا التحديثات او هادا الكلام هنقال وقتش في واحد فبراير 2024 اول شهر وقلها كان ان الشركة الاكتر استخدامة للهواتف الذكية والفئة الذات الميزانية المحدودة في العالم من شاومي والهايبرو اس رقم واحد البرنامج الجديد اللي على نظام الاندرويد وهكذا زي ما احنا شايفين في الاسفل ريدمي نوت 12 هادا طلقة التحديث هادا بقول ريدمي نوت 12 يعني 4G ريدمي نوت 12 الان افسي طبعا فيه بين جوسين هنا مثلا اول واحد مكتوب تابس يعني هادا اسمه الكودي كل واحد يلو اسم مختلف علشان هادا التحديثات عشان تعرف انت ايش بتعمل او ايش بدك تحدث ريدمي نوت 12 انا افسي ريدمي نوت 12 ال 5G اسمه سكاي شاومي باد 6 شاومي باد 6 برو شاومي باد 6 ماكس بوكو اف 5 برو شاومي 11T شاومي 13 شاومي ثلاث 10 برو شاومي نوت 12 اس مكافة بوكو اف 5 شاومي 13 الترا شاومي 12 دي شاومي متصدر من ترين المصر ريدمي K60 ألترا اللي هو نفس جهاز الشاومي 13THe Pro نفس الشي الشاومي 13T طبعا naturالت original شاومي CV3 هي كمان اخل التحديث وشاومي 13 Pro وشاومي 13 شاومي 12 شاومي 12 Pro شاومي 12 S شاومي 12 S Pro شاومي 12 S ألترا شاومي أو ريدمي كي خمسين ريدمي كي خمسين ألترا اللي هو نفس جهاز شاومة 12T برو ريدمي كي خمسين برو إذن هذه الأجهزة كلها اللي تلقت التحديث ريدمي كي خمسين برو ريدمي نوت 12 برو 5G ريدمي 12 اللي مكتوب 5G بكون 5G اللي مش مكتوب 5G بكون 4G شاومة 12 Lite إذن 12T وشاومة 12 Lite بوكو X5 برو 5G ريدمي نوت 12 برو 4G ريدمي كي خمسين جيمينج اللي هو نفس جهاز البوكو F4 GT بعدك في عنا الشاومة 12X بوكو X5 5G بعدين في عنا ريدمي نوت 12 5G بعدين في عنا بوكو M5 بعدين في عنا ريدمي نوت 13 5G اللي هو الاسم الكودي تابعه الجولد هذا بيجي الصيني ريدمي نوت 13 برو 5G أيضا الصيني وريدمي نوت 13 برو بلاس 5G أيضا الصيني إذن هذه كانت تحديثات شاومة اللي وصلت لهواتفنا العالمية وغير العالمية وإن شاء الله يكون في تحديثات تانية أحلى ما في الموضوع بالنسبة للتحديثات الهايبرو اس اللي أجت على الأندرويد 14 طبعا فيه أجت على الأندرويد 13 مثلا هنا الجهاز المعي أجع على الأندرويد 14 فيه منه أجع على الأندرويد 13 الهايبرو اس يعني الهايبرو اس ممكن يجي على الأندرويد 13 وممكن يجي على الأندرويد 14 ولكن مش هيجي كامل الميزات مثلا بالنسبة لشاشة القفل زي ما أنتم شايفين هاي شاشة القفل لو ضغطنا ضغطة طويلة على شاشة القفل هاي ضغطة طويلة على شاشة القفل ملاحظين أحلى ما في الموضوع قفل الشاشة كيف تقدر تختار من قفل الشاشة تسحب لفوق بيجيك وضع الكلاسيكي عندك قفل الشاشة وضع الكلاسيكي وهي عندك الأوضاع الألواني اللي أنت شايف فيها الخلفيات وفي عندنا هنا وضع معين ممكن تختار هذا كله هذا كله في الهايبرو اس يعني كل الأجهزة بجهازيك ولكن بيكون من جهاز لجهاز ممكن يكون فيه حاجة ناقصة في جهاز تاني أجهزة الفلاك شيب بتكون كاملة وأجهزة التانية ممكن تكون أقل شوي فيعني هذه حاجة ممكن تطبقها وتعمل كمان تقصيص مثلا الساعة هذه تعملها تقصيص ممكن تعملها كمان تحريك من مكانها ممكن تجي تعمل تصفية زي ما أنت شايف طلع كيف في التصفية كانها زجاجية هذه يعني الصحيح حاجة منتازة جدا يعني تقدر تقول زي قصة أجهزة الآيو اس هاي مثلا تطبيق وهي كمان تطبقت 100% ولو زي معلم نلتقي إن شاء الله في فيديو جديد دعواتكم سلام